متابعي قناة حكاية السلام عليكم صحف طوركم ومرحبا بكم في الفيديو الرابع من سلسلات قصص الأنبياء اللي كنت ناخدوها بترتيب من نبي آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما شفنا قصص آدم وشيش وإدريس عليهم السلام جاءت دور على رابع نبي في الأرض اللي هو نوح عليه السلام أو لكيف كنت تسمى أبو البشرية الثاني من بعد آدم من بعد وفاة نبي إدريس أو لأوزيريس أو لأخنوخ أو لهيرمس كيف كل حضارة كيف تسميه بقاتل البشرية لواحد القرون هم غادين على هذا الترب يعني تبعوا الرسالة لدي إدريس عليه السلام لكن في واحد الوقت تبدأ دائما البشر كيخرج على القواعد دي الإسلام وهنا فين الله عز وجل رسل النبي نوح عليه السلام القوم دياله لأول فاحشة دار هذا القوم اللي كانت أول حاجة كتوقع في الأرض اللي هي الوثانية بمعنى أن قوم نوح عليه السلام هم أول قوم في الأرض كيعبدو الأصنام السبب لجدي الأصنام هو أنه الأقوام فاش كانش شخص كيكون رجل صالح مثلا كإدريس أو لكشيج من اللي كيموت فهو ما كيدروا واحد الصنام أو لواحد تمتال دياله فقط كيخليه كتذكار لكن إبليس لعنى الله فهو بدأ كيوصوص لهذا الأشخاص أنهم هذك الصنام أنهم يبدأوا يعبدوه أو لعلى الأقل أنه يكون واسط أو ليقربهم من الله عز وجل ونبدأ الوثانية لأول مرة وبدأوا للناس كيصابوا أصنام لما كتنفعهم وما كتدرهم في حتى شيء حاجة أو اللي كيعبدوها وبدأ نوح عليه السلام اللي كما كيقوله بعد رواج فهو عاش 950 سنة وفي هذه المدة ما بين الميلاد والوفاة دياله فهو بقى كامل هذا الوقت كامل هو كيدعو القوم دياله أنهم يتركوا عبادة الأصنام ويوحدوا الله عز وجل الواحد القهار لكن رغم هذه المدة الطاويلة والطاويلة جداً فكل أو لبعض الفقهاء أو لمعظم الفقهاء فهوما كيتتفقوا على أن الناس اللي تبعوا نوح عليه السلام ما بين أربعة وعشرة الناس الماكسيموم يعني الماكس ديال القوم دياله اللي تبعوه فهوما عشرة الناس كحد أكثر اللي تبعوه هما الأغلبية ديال الناس الفقارة أولى المقطعين لما عندهم والو في حين أن الأغلبية اللي تبعوه هما الأغلبية الساحقة فكانوا ذا شأن يعني كانوا الناس أغنياء وكانوا واحد لمالك غني هو اللي كان يستهزأ من نوح عليه السلام بل أكثر من هذا ما غير القوم دياله اللي كانوا يستهزئوا بيه ومن اللي كانوا يسمعوا رسالة ديالهم يديروا صباعهم في دنيهم باش ميشوفوش وما يسمعوش فحتى الزوجة دياله أقرب شخص له فهي كانت تستهزأ منه فهي كانت تستهدوا لهم السيدي وغير بأمامهم والدعوال لكن هذا هو ممنع نوح عليه السلام وهذا ما يعطي عن الصبر للأنبياء والمسؤولية لك على أنبياء ليست حاجة ويعني خلالي كأنه نابي وانبياء تسيروا على الصبر كبير ويمكنهم يصبروا بثافة ويمكنهم لتعبروا على هذه الرسالة لكي يوصلوا للقيوم فبقى نوح عليه السلام يدعوا القوم ذياله يدعوه ويدعوه ويدعوه إلى أن يصل معهم إلى طريق مصدود. بل هذه المدة الطويلة الذي عاش 950 سنة فهو كان يشوف مثلا الناس يولده ويوليه أجداد ويوليه عندهم أحفاد كل جيل من اللي يأتي يكون أكفس من الجيل الآخر. يعني يكون الأب كافر ويعبد الأصنام يأتي الإبن دياله يكون أكثر من الأب دياله يأتي عبد الأصنام ويزيد عليها الزينة. يأتي الحافيد يكون كتر من الأب وكتر من الجيل دياله فهو يدير شيء كتر من الآباء والأجداد دياله. واخها يبقى نوح يدعي القوم دياله ولو في الأخير ما بغاوش يسمعوا الدعوة دياله. بل الأكثر من هذا فإن النوح لما كان يقول الدعوة دياله فهو ما كانوا يسدوا ودنيهم أو كانوا يديروا وحطوا على وجههم باش ما يشوفوه وشي مرة يخليه حتى يجمع الناس ويبدأ يقول في الدعوة دياله وفي الرسالة اللي اعطاء الله عز وجل ويخليه يدرب وحده ويمشيه واتهموه بالجنون كما قال الله عز وجل في صورة القمر كذبت قبلهم قوم نوحين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصر هنا دعاوا أن تهموه بالجنون وكذير قالوا له إن لم تنتهي يا نوح فستكونن من المرجمين يعني ولو كيهدوه أنهم غادي يرجموه شنهار وغادي يخرجوه من القبيلة ديالهم هنا نوح عليه السلام فهو وصل مع القوم دياله الواحد طريق مسدود تخيل أن هذه كل مدة كاملة لذي 950 سنة يعيشة هو كيدعوه ونمشى معها بتفضل القوم ديالهم كامل ليكانوه مع الرام ديال الباسار يمشان معها أربعة ما بين 4 و 10 عصرة ديال الناس لي منهم الابن دياله والفقاراء لي كانوا بتال delays وروحيةinois كيهدوه أغلب العديد كانوا كانوا تبعين المالك ديال هديك القوم والمالأ المالأ يعني هم الناس لمرفحين أو كم تنحولوا السيوخ أو للأغاوت أو الله صعيمة أو الأطراق هنا نوح عليه السلام فعود مكان أنه يدعي مع القوم ديالهم ويقول لهم الله يهديكم ويطلب من الله أنه يمددهم يعني كل مرة كان الله في وراء بواحد العقاب للهديك القوم فنوح كان يدعي مع القومه ويطلب من الله أنه يعطيه واحد لمهلة تقول الله صفي ده بغا ديتوبو ده بغا ديتوبو ده بغيتوبو لكن من يوصل معهم الطريق مسدود في عوض ما يقول لي يدعي معهم ولا يقول لي كيدعي عليهم كما قال في كتابه العزيز في سورة القمر كذبت قبلهم وقوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ونزدوجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بمعنى أن نوح عليه السلام صافي ارفع ليد دياله السماء والسلام قال دعاء الله عز وجل قال لي إني مغلوب رتغلبت من هذا القوم فانتصر فطلب من الله أنه يعطي الانتقام دياله من هذا القوم هنا الله عز وجل أرسل الوحي جبريل لأنك نعرف أن جبريل عليه السلام مشي هو ملاك ولكن بصورة الوحي يعني ذلك فهو تسمى بالوحي جبريل فأرسل الوحي جبريل باش يوصل الرسالة من عند الله عز وجل إلى نوح وأمره أنه ابني واحد السافينة لكن نوح كان رجل بسيط مش في حال في حال آدم اللي كان هو أهم رجل في البشرية أو لا كالابن دياله شيج أو لا إدريس فهذو كانوا أنبياء ورسول ولكن كانوا مهمين في القوم ديالهم كانوا القوم ديالهم كيعطيهم واحد القيمة وكعتبرهم في حين أن نوح عليه السلام كان مجرد راجل فقير وفقير جداً وراجل بسيط وقال جبريل عليه السلام قال لي أنا رمشي نجزار ما عادش نعرف كيف عادش نصوب هات السافينة فجبريل عليه السلام قال لي غدي تصوب السافينة بالوحي ديالي يعني الله غدي يوحي لجبريل وغدي يوحي إلى نوح عليه السلام وهكا غدي يبني السافينة كما يقول له بعض الروات فهي اخذت من نوح عليه السلام سنين وسنين عديدة وكان يغرس الأشجار لأن المنطقة التي كانت فيها كانت منطقة صحراوية وكانت الشجر فيها قليل لذلك كان يغرس الأشجار وكلما الشجرة تكبر فهو يقطعها ويأخذ الخشب دياله ويبني السافينة هنا قوم النوح فهو لم يكتفوا من هذه الصخرية ديالهم التي كانت دعوهم الإسلام لكن يقولوا أنهم يبني السافينة بحيث كانوا يقولون له كيف ستبني السافينة ومشي بها في الرملاء ومشي بها في الصحراء لأنهم كانوا يعرفون أن الصفون تبنيون في بلاسة قريبة البحر وقريبة الماء وانا لو الناس تأكدوا من هذه الزوجة دياله أنه غير حمق وغير طعاق السلوكية وكما قال الله عز وجل في كتابه العزيز وكلما مر عليه ملأ من قومه سخيروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخرون هنا يختلف رواية من القرآن الكريم اللي هو كتاب لوح محفوظ ما محرفش إلى الانجيل أو الكتاب المقدس اللي كتبعوه المسيحين اللي محرف لكن تحريف ما كانش كبير بزاف في الانجيل يعني ندر واحد بين القواصين وشوفوا شنجا في الانجيل الانجيل كيقولوا أن نوح عليه السلام من اللي كان كيبني السافينة فالقوم دياله كان كيمروا كذلك كان كيسخر عليه وكانوا كيضحكوا عليه لكن أن نوح ما كانش كيجواب القوم دياله في حين في القرآن الكريم فان نوح كان كيدعي القوم دياله واخا كنو كيسخروا منه وكانوا كيتنظر عليه واخا هو كيبنيه هذه السفينة لكن يدور عندهم ويعود يجدد الدعوة مرة أخرى. في حين في الإنجيل يقول أن نوح عليه السلام لم يكن يهدر نهائي. بقى هذه السنين كاملة هو يصف في السفينة وضعر بالطم. لم يقول حتى شيء يكلم فقط. كان يتكلم مع جبريل عليه السلام. كذلك الاختلاف ما بين القرآن الكريم والإنجيل. في الإنجيل يقولوا أنه من الذي جاء الموج وجه هذا الطوفان الكبير ومشات السفينة فكل من كان عليه هفان. يعني أي واحد ما كان في السفينة فهو مات. في حين القرآن الكريم فهو قال لك إلا من رحم ربي. يعني كل مكان عليه السفينة فهو يبقى حي والشيء الأخرى ما يركبش في السفينة كلهم متوا إلا من رحم الله. يعني كان أشخاص ليخلهم الله وكان لا تلعوش في السفينة لأنهم ربما كانوا في مكان آخر في أقوام في مكان جغرافي آخر وكانوا مؤمنين لذلك ما كان لاش أنهم يمشيوا في الطوفان. لذلك في القرآن الكريم فهو يكون دقيق ودقيق جدا لأنه كتاب غير محرف. كذلك القرآن الكريم يعطى المكان لرصات فيه السفينة اللي هو جبل الجودي. لكن ما بين الحدود مع تركيا ومؤمنين وداخل في الحدود التركية في حين أن الكتاب مقدس أو للإنجيل فهو ما يعطاش المكان بالتطفين ورصات السفينة. وبما أنني بحثت بساف المصادر قصة النوح عليه السلام لا تذكرت فقط في القرآن وفي الإنجيل وفي الكتب السماوية. بل تذكرت في واحد صحيفة اللي كتسمة بصحيفة أو قصة غالقامش. هذه القصة غالقامش تعود على واحد المالك كان اسم قصة غالقامش وكان طاغي في واحد القوم. لم يكن يجعلها منع وكان يدرب بالطبولة. مهم. القصة غالقامش طويلة. وبثم من الناس لهم أعرفين أن نتكلم عليها طه حسين في الفيديو ديالو. هذه القصة غالقامش تعتبر أو لهذه الكتاب أو هذه الورقة التي مكتوبة فيها القصة غالقامش تعتبر هي أقدم أقدم ورقة أو أقدم رسالة في التاريخ البشرية. يعني أقدم من القرآن الكريم. أقدم من الإنجيل. أقدم من الزابور. أقدم من الصحف. يعني أقدم حاجة مكتوبة مكتوبة باليد ديال البشر. هي هذه الورقة أو هذه القصة غالقامش. والغريب في الأمر أنك إذا قرأت هذه القصة غالقامش أدقائهم يتكلمون على واحد الشخص يصاب في واحد السفينة في واحد الصحاري. ومن بعد جاء واحد طوفان كبير. وهز من كل ذكر وأنت من الحيوانات والنباتات. هز ذكر وأنته حطم في السفينة ديالو ومشا في هذك الطوفان. احترصت به السفينة في واحد لما كان معين. وعاشت البشرية. ومشي الغالف الأمر الوحيد اللي يوقع عليه هادشي هو نوح عليه السلام. لذلك فقصة نوح مذكورة في القرآن الكريم وفي كتب السنة والسماوية وفي الإنجيل ومذكورة كذلك في قصة غالقامش. ونرجعوا للقصة ديالنا لما نوح عليه السلام كمل البناء ديال السفينة. فجاء الوحي مرة أخرى من عند الله عن طريق آآ جبريل عليه السلام. قال لي الله أنه اخصوا اهز آآ من كل زوجين اثنين يعني النبات وكذلك الحيوانات والطيور جميع على الأصناف وكذلك الأهل ديالو. وقل نحمل فيها من من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فالله عز وجل في الكتاب الكريم ديالو يقول أن نوح آمن معه إلا قليل وقليل وقليل جدا. وكذلك الله عز وجل أعطى نوح عليه السلام الإشارة وقتها سيبدأ الطوفان. فقال له من الذي سيفور التنور والتنور هو الفران الذي كتابه فيه الخبز. كذلك في بعض الرواج هو البركان. مهم. التنور في اللغة العربية هو الفران وهو البركان. فكما قال الله عز وجل في كتابه حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. يعني قال الله عز وجل أنه من الذي سيفور هذا التنور بالماء يعني الأرض سيبدأ يخرج منها الماء ملتحت وكذلك السماء سيبدأ يطيح على المطار. هذه هي الإشارة بداية للطوفان. كيف يمكن أن نوح يطلع في السفينة ويطلع لأهل دياله اللي آمنوا معه وكذلك الحيوانات. الحيوانات الله عز وجل هو اللي وحالهم وسيرهم بحثهم للسفينة ماشي نوح ليبقى كيقلب عليهم وكيطلعهم. فهو بالوحي ديالله عز وجل فهو ما طلعوا بانتظام وما كنش روينا في هذه السفينة. وهنا لما جاء أمر الله وطلعوا كاملين في السفينة كما قال عز وجل في كتابه الكريم في صورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي وندر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. بمعنى أنه مليجا الأمر عز وجل وتفرق على هدك التنور بالماء ولت الأرض كاملة عيون يعني خرج منها الماء من الأرض. وكذلك بدأت السماء كتمطر. واحد المطار غازير. فطلع نوح عليه السلام وطلع معه الناس اللي آمنوا والحيوانات كذلك. إلا كان عنده واحد تلاشة دي الأبناء سام وحام والآخر ما قلت على الاسم ديالو. فواحد من الأبناء ديالو كان من الكافرين. وارفض أنه يطلع مع نوح عليه السلام السفينة. فهنا نوح عليه السلام نادى الإبن ديالو. قال لي يا ابني اسعد معنا. فجاوبوا ابن ديالو وقال ليه. قال سآوي إلى جبل يعسمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم. فحال بينهما الموج وكان من المغرقين. فلما أرفض الابن ديالو أنه كان ذلك الحوار ما بين نوح عليه السلام والابن ديالو يقول ليه طلع را غادي سغرق والابن ديالو يقول ليه كان بنا حوار يقول لي الله را غادي نطلع واحد من القمة من الجبل وما سوف يوصل لي الماء. هذي قمة الجبل سأعصمني من الغارة. قال ليه نوح عليه السلام لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. قبل ما يكمل هذك الحوار جات واحد لموجة ودات الابن ديالو نوح عليه السلام ونوح للأسف كان يشوف في هذك المنظر. فمشات السفينة في هذك الطوفان وبقاش غادر بهم أيام وأيام معدودة. وكان نوح عليه السلام يقول واحد دعاء يطلب الله انه كيفما يطلعوا سالمين انهم ينزلوا سالمين. حتى جاجوا واحد الحمامة وكان في الفم ديالها الطين. فهنا اكتشف نوح عليه السلام بما ان الحمامة مطلية بالطين فكان واحد واحد المكان اللي غدا ترصب فيه السفينة. فلما رصعت السفينة في جبل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فنوح عليه السلام عود واحد الحوار مع الله عز وجل. قال لي هذك يعني وعدتيني انه غدي تحميني انا والعائلة ديالي واللي امنوا. فقال لي هذك ره من العائلة ديالي وراه كان منا المغرقين. فالله عز وجل قال لي هذك ماشي من الاهل ديالك يا نوح. هذك ره من الكافرين. قال لي ما تسولنيش فيما ما ليس لك به من علم. وهنا تقريبا هذك القوم ديال القابيل اللي كانوا كفار لانه كاملين كانوا من اتباع ديال القوم قابيل. فا اغلبهم اغلب الكفار فا ماتوا في هذك الطوفات. وبدأت البشرية مرة اخرى من جديد تقريبا كل شي ماشي بقى غير نوح. ومسات معه الزوجة دياله. وكانت عنه الزوجة كافيرة. وبعض الرواية كيقولوا ان الزوجة دياله ماتت. وتزوج امرأة تانية اللي كانت مؤمنة بالله عز وجل ومؤمنة بالرسالة ديال نوح عليه السلام. بالاضافة لهذاك العدد القليل من البشر اللي اه بيطلعوا مع نوح السفينة والحيوانات. وهذاك العدد القليل من البشر فهما بدأوا يتزوجوا كيش والده مرة اخرى. وبدأت البشرية من جديد. لذلك فنوح شيخ المرثالين عليه السلام كي تعتبر هو ابو البشرية الثاني من بعد ادم. لان كل الدرية فهي ماتت. الا نوح عليه السلام وبدأت البشرية من جديد. وبقى الحال في حال هكا من بعد ما مات نوح عليه السلام. وبقوا الناس امنين بالرسالة اللي اعطاهم نوح عليه السلام. لكن الانسان ما عمره ما يحمد الله. وخاذك شيستامر لقرون وقرون. فعود الانسان نرجع كما تقوله رجعت حاليما الى عادتها القديمة. وبدأت مرة اخرى الوثنية وعبادة الاصنام. وهنا فين الله عز وجل يرسل واحد من اكبر الانبياء دياله. والاضخم هو النبي هود عليه السلام فهو رسله الى امالقة قوم عاد الذين طاغوا في البلاد. وقوم عاد والنبي هود هو مع القصة دي الفيديو الخامس ان شاء الله. بصحة فطوركم ودمتم سالمين.